اهلا بكم مشاهدين من جديد يوصل النظام السوري حشد قواته على تخوم مناطق المعارضة في درعة مع البدء الفعلي بقصف بعض المناطق في إشارات متصاعدة حول اللجوء إلى عمل عسكري واسع وفي ظل هذه الأجواء تطرح تساؤلات عن الطرف الآخر وخول استعدادات هذا الطرف وإمكانيات المواجهة المزيد في التقرير التالي يبدو أن هذه المشاهد قد أخذت حاجتها من الجو العام الذي يخيم على درعة ومحيطها في إطار الطبول التي يقرعها النظام وحلفائه على المنطقة التي كانت الأهداء نسبيا طوال عام على الأقل والأبرد طوال عامين كاملين تتغير محاور الحديث عن هذه المنطقة بتغير سيناريوهات مطروحة حولها والتي ترسم خلف الغرف المغلقة في عمان وتل أبيب حيث لا مكان لأي تسريب أو إشارات ولو شحيحة فإن ستكون الوجهة هل هي إلى حرب ضروسا أو تمهيدا لاتفاق مدروسا يرضي قدر المستطاع الدول المتوغلة في هذه المنطقة وإذا ما استبعدنا الحديث عن أمر سياسي يدبر في الخفاء تبقى أصوات المجنزرات والطائرات هي الأعلى والتي تدفع للحديث عن فصائل المعارضة في المنطقة التي يحب السوريون تسميتها بمهدي الثورة في درعا يوجد من الفصائل من كل الألوان والانتماءات التي تختلف فيما بينها بالأولويات فما الذي ستفعله إذا نفذ النظام وحلفاء تاديداتهم بالهجوم فعلا بينما يقف جيش خالد بن الوليد المتهم بمبايعة تنظيم الدولة كعدو متربس بالجميع الاستعداد المسبق والحديث عن جانب القرار أفصحت عنه بيانات مكتوبة ومرئية وبعض من العروض العسكرية أعمال تبدو حاسمة للغالبية العظمى من جمهور المعارضة إن كان هناك من يشكك بالجدية استنادا إلى عدة أمور أبرزها مدى استقلالية قرار هذه الفصائل من جهة وقدرتها على المواجهات العسكرية وجها لوجها ليس مع النظام بشكله المعتاد وإنما مع كتلة تحالفات لها سطوتها العسكرية إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين الكرام ينضم إليه في أستوديو الدكتور عبدالله الأسعد المحلل العسكري ومعنا عبر الأقمار الصناعية من عمال العميد إبراهيم لجباوي الخبير العسكري أرحب بكم ضيفي سوريا اليوم لهذه الليلة أبدأ معك دكتور إلى ماذا يرمي النظام من هذا التصعيد العسكري برأيك ومن فتح جبهات محددة ربما يعني تكون ضمن خطة استراتيجية يرمي إليها النظام مساء الخير لك ولا سيدة المشاهدين ولا ضيفك الكريم في الواقع يعني النظام يريد أن يفتح جبهة من خاصرة طبعا كان قد حاول في السابق أن يفتح هذه الجبهة وقتل خمسمائة قتيل من هؤلاء الذي جاء بهم من أفغانستان والمرتزقة الموجدين في إيرانيين في منطقة تسمى اللجة هذه المنطقة منطقة صخرية ومليئة بالكهوف والمناطق الصخرية يعني شديدة الوعورة والتي لا يمكن رؤية المقاتلين فيها أثناء الأعمال القتالية وعندما قام في تقريبا منصف عام 2015 باللجم على هذه المنطقة أراد أن يفتح جيبا كون هذه المنطقة هي عبارة عن منطقة محاذية للسويدة ومحاذية لمنطقة إزراء ومحاذية لمنطقة بصر حرير هذه المنطقة أراد أن يخترق بها وأن يدخل إلى مناطق المعارضة من الجهة الشرقية لكن يبدو أن هذه الجبهة وهذا المحور ليس هو الوحيد هناك اليوم قصف على بصر الحرير ربما كيف ينظر الآن النظام إلى هذه المنطقة وكيف أسلوبه بالتقدم الاستراتيجي فيها هو بصر حرير محاذية لللجأ منطقة اللجأ تسمى اللجأ هي منطقة وعربة كانوا يسمونها اللجأ يعني كل من كان يهرب من الفرنسيين كان يلتج إلى هذه المنطقة منطقة بصر حرير محاذية للحدود الإدارية للسويدة من جهة الشرق وبصر حرير من جهة الغرب تحاذي مدينة إزراء هذه المنطقة يعني يريد النظام أن يقوم بطبعا توجيه الجهد الرئيسي في البداية من هذه المنطقة لكن يعني معركة سابقة مع النظام في عام 2012 في آخر 2012 حاول النظام أن يدخل إلى هذه المنطقة في معركة سموها المعارضة أو الثوار سموها بمعركة عمود حران وكسر هؤلاء الثوار في بصر الحرير ظهر الفرقة الخامسة والفرقة الخمسطاعش وأيضا من الفرقة السابعة والتاسعة وهزم الجيش في هذه المعركة فلذلك عندما يريد أن يهجم من هذه الجبهة هو يريد أن يعتبر أنها نزهة وقريبة من منطقة كبيرة دعنا ننتقل إلى العميد الجباوي في نقطة أخرى برأيك سيد الكريم هل تتفق اليوم جميع الفصائل في درعاء على موقف واحد هو موقف المواجهة رغم تعدد مرجعياتها مساء الخير مساء الخير لأستاذ المشاهدين مساء الخير لأخي دكتور عبد الله الذي يحصل اليوم بين هذه الفصائل أنها كلها من لون واحد ليست هناك ألوان مختلفة ولا انتماءات مختلفة ولا إيديولوجيات مختلفة هي كلها تنظر تحت لواء الجبهة الجنوبية وهي أكثر من خمسين فصيل تعد في تعدادها أكثر من ثلاثين ألف مقاتل وهم أشداء وكلهم متفقين على رأي واحد لم يختلفوا في النهج إطلاقا اليوم أجمعت هذه الفصائل على تشكيل غرفة عمليات مركزية وسبعة أخرى فرعية متوزعة في كافة مناطق محافظة الدرعاء والقنيطرة لذلك القرار الذي اتخذته الفصائل العسكرية أو فصائل الثوار إجمالا هي مواجهة هذا العدو الغازي هل هم قادرون على هذه المواجهة؟ هل هم قادرون فعليا على هذه المواجهة؟ بعيدا عن البيانات بعيدا عن العروض العسكرية وما إلى هناك نحن اليوم أمام ثلاث سيناريوهات السيناريو الأول هو إذا ما نفذت روسيا تحذيرها للنظام بأنها لن تساعده جوا وإن حاول الإقتحام بمن يساعده من الميليشيات والمرتزقة الإيرانيين والأفغانيين وحزب الله فلن يكون لهم أي شيء على الأرض ستكون هذه الأرض مقبرة لهم بكل تأكيد وهذا تدركه روسيا وتدركه أمريكا وإسرائيل والجيران وكل العالم يدرك بأن كافة هذه الميليشيات مع ما بتبقى من جيش النظام لن يحرزوا على أي نصر على الأرض السورية إطلاقا لو لا تدخل الطيران الروسي هذا السيناريو الأول أما السيناريو الثاني فإذا فكرت روسيا أن تدعم هذه الميليشيات فتكون قد خرقت وقف إطلاق النار أو اتفاقية خفض التصعيد في الجنوب هذا ما حذرت منه أمريكا لكن الآن نحن نتحدث عن اتفاقية جديدة في هذه المنطقة سيد جباوي يعني الآن الأمر تجاوز خفض التصعيد الآن هناك تفاهمات تحدث من أجل هذه المنطقة هل يستطيع النظام أصلا التقدم دون ضوء أخضر روسي؟ يعني هذه الحشود التي يتقدم بها النظام هل هو يتقدم بها بدون موافقة روسيا؟ النظام حتى الآن هو يحاول إيهام الأهالية والسكان المحليين بأنه قادر على الاشتياح وقادر على الهجوم وهو غير قادر بكل المقاييس غير قادر على الهجوم وذلك من أجل إرهاب المدنيين، ترويع المدنيين، إخاف المدنيين من أجل أن يضغطوا على الجيش الحر لإبرام مصالحات مع هذا النظام أو مع روسيا يعني هذا التقدم يتزامن مع المسائل الروسية ألا يمكن أن تصل الفصائل إلى مرحلة ترضخ فيها بالفعل لضغوط المدنيين خوفاً من أي عمل عسكري؟ ليس هناك ضغوط من المدنيين، بالعكس المدنيين هم من يشجعون الفصائل على المواجهة العسكرية لا يوجد هناك أي تجمع مدني يرفض هذه المواجهة لأنهم يدركون تمام الإدراك بأنهم لو أبرموا مثل هذه المصالحات فسيكون مصيرهم مصير أهالي الغوطة الذين بقوا في الغوطة وكمصير أهالي وادي مرادة الذين بقوا في مصير أهالي شمال بالفعل ما الذي يميز زرعة اليوم عن مناطق مثل الغوطة؟ هناك فصائل عسكرية في المنطقة، هناك اتفاقيات وتفاهمات دولية تحدث وربما يكون هناك أمر واقع أيضاً يميز فصائل الثورية الموجودة في الجنوب بأنها لها باع طويل في مقاتلة النظام هذه المنطقة الجنوبية المحاذية للجولان السوري المحتل زرع النظام أكثر من ثلثي قواته في تلك المنطقة والثوار الموجودين كانوا يعملون جنب إلى الجنب يوجد بينهم تنسيق تعاون وتنظيم تعاون وقتال مشترك بين بعض من بعض لم يكن يختلفوا على الغوطة طبعاً لم يكن هناك قتال بين الفصائل بين بعضها البعض هم تقريباً حرروا 60% من المواقع والثكانات العسكرية التي كانت تروع المدنيين وهذه المنطقة التي تعرضت لاقتحامات كبرى في ظل موجود قطعات عسكرية من اللواء 61 نطاق الحيطة وصولاً إلى مثلث موت وإلى الجهة الشرقية بصرحة الفرقة الخامسة يعني كانت هناك تقريباً أربع فرق الخمسة والخامسة والسابعة والتاسعة كلها هذه تعمل ضمن درعاً وقام هؤلاء الثوار بالتصدي لكل الاقتحامات العسكرية المؤللة والمدرعة التي توجهت بجهة تلك المنطقة لديهم خبرة في إنشاء غرف العمليات لديهم خبرة في التجمع وأعطاء قرار موحد في ظل غرفة عمليات مركزية وجرت هناك معارك جرت في حوران معركة في بصر حرير عمود حوران وبصر الشام ومنطقة غرز والمنشية وحتى الوصول إلى تلولي الحارة وتل الجابية وتل الجموع وصولاً إلى مثلث موت هذه المناطق تمت فيها معارك شرسة جداً وصولاً إلى منطقة نواء والشيخ مسكين ومن ثم وجد خط تماث مباشر بين هذه القوات توقفت عنده هذه القوى العسكرية الكبرى في الجنوب من عدم المقنرة على الوصول إلى عمق فصائل الثوار ومواقعهم والآن ما يجري العناصر الثورية الموجودة في حوران هي الآن تطوق بشكل كبير جداً لو نظرنا إلى الخريطة الجغرافية وجود منطقة درعة المدينة درعة المنشية هي لديها ربما خطاط أو أساليب من الممكن أن تتبعها في هذه المنطقة لإشعالها أو لرد الهجوم الفصائل الثورية طبعاً رفعت جاهزيتها إلى تقريباً كاملة لديها مواقع رباط ولديها كدس من الدخيرة الموجودة حتى يعني تنسيق التعاون أنيستي أصبح الآن حتى من خلال كل شيء حتى عرفوا من هم الذين طبعاً النظام لديه خططاً إذن هذا بالنسبة للخطط العسكرية والتحركات العسكرية ربما للفصائل في هذه المنطقة سيد جباوي ألا تستطيع فعلاً يعني واقعياً هناك الأردن هناك الولايات المتحدة هناك السعودية هناك تفاهمات ومحاولة لتوصل إلى اتفاق تدخل فيه إسرائيل أيضاً ألا يمكن أن يكون هناك ضغط على الفصائل العسكرية باتجاه قبول هذا الاتفاق سيدتي حتى اللحظة لا يوجد هناك أي اتفاق ولا أي تفاهمات حول المنطقة دولياً اليوم المنطقة هي التي تقوم باختيار موقعها يعني أنا كان سؤالي يتعلق بأنه إذا طلب منهم يعني الآن هناك عمل على هذا الاتفاق إذا تم التوصل إلى الاتفاق وتم الضغط عليهم هل سيستجيبون فعلاً لهذه الضغوط؟ إذا كانت شروط إذا كانت تفاهمات دولية وضمن عملية كاملة تشمل سوريا كاملاً وتشمل تحييد المنطقة من مسافك مزيد من الدماء على يد نظام بشار الأسد والعصابات والميليشيات الجبهة الجنوبية وثوار في الجنوب جاهزين لأن يمتثلوا للإرادة الدولية قد يكون ثمن وخروج الفصائل سيد جباو لا يمكن هذا غير مرفوض هذا مرفوض ولن يقبلوا الثوار إطلاقاً نموت أو نعيش في أرضنا لا يمكن أن يقبلوا بأن يخرجوا من أرضهم ليس لهم وطن سوى أرضهم لن يقبلوا أن يخرجوا إلى مخيمات لا في الشمال ولا في الشرق ولا في الغرب هم جالسون على ترابهم يدافعون عن أرضهم عن أوطانهم عن عرضهم عن شرفهم عن كرامتهم فلا يمكن لهم أن يخرجوا من هذه الأرض ولا بأي شكل من الأشكال نعم هل هناك طيب تطمينات من هذه الدول يعني ربما بمواصلة مدهم بالصلاح أو بمساعدتهم في أي معركة قد يدهنون فيها؟ نحن اليوم نحن اليوم أمام تحذيرين شديدين لهجة من قبل أمريكا راعي اتفاقية قوض التصعيد في المنطقة وهذين التحذيرين شملا نظام بشار الأسد وروسيا حيثة وعلى عقاب هذين التحذيرين حذرت روسيا نظام بشار الأسد من مقبت أن يشاركه الميليشيات الإيرانية وحزب الله في هذه المعركة وبالتالي لن يجرؤ نظام بشار الأسد أن يهجم بالشكل الفعلي حتى اللحظة هو يحاول استفزاز المدنيين يحاول ترويع المدنيين يحاول تقويفهم من أجل أن يبادروا إلى طلب المصلحات وهذا لن يكون ربما روسيا تبدو بفعل موافقة على ما يقوم به النظام والعقيد سهيل الحسن الذي يقاتل في هذه المنطقة هو رجل روسيا يعني سهيل الحسن عبارة عن بعبع أو جدته روسيا لإخاف الناس شوفنا سهيل الحسن في جسر الشغور كيف كان يهرب كالجرذ أمام قوات الثوار واليوم سوف يهرب كالفأر وليس كالجرذ لأن الفأر أصغر من الجرذ أمام الثوار إن كان هو فعلا موجود وهو عبارة عن وهم لا يوجد لا سهيل الحسن ولا غير سهيل الحسن المهم نحن اليوم نأخذ التحذير الأمريكي على محمل الجد فيما لو تدكلت روسيا ودعمت النظام جويا فلا بد أن تتحرك الولايات المتحدة على أقل أنا كنت أقصد أن رمزية وجود فهيل الحسن تشير ربما إلى موافقة روسيا على عملية عسكرية في المنطقة هذا ما كنت ترمي إلي بعجالة لو سمحت سيد جباوي خلينا كم للفكرة بس أنت تقطعي الفكرة من نصها ما وصل لشي من الفكرة فضل يعني أنا أقول فيما لو دعمت روسيا جويا هذا النظام الولايات المتحدة أصدرت تحذيرين شديدين لهجة فلا يعقل أن تضرب هذه الدولة العظمى تحذيريها بعرض الحائط لا بد أن يكون لها تحرك إن لم تشارك فعليا وهذا أستبعده سوف تفتح وتسمح بدعم لوجستي لقوات الثوار هذا ما نتوقعه اليوم من أمريكا لن توافق ولا بأي شكل من الأشكال أنها توافق روسيا على مثل هذا الهجوم إطلاقا لا أحد يتوقع ذلك إطلاقا نعم طيب دكتور هل تعتقد أنه من الممكن أن تنتقل فصائل المعارضة من إمكانية رد أي هجوم للنظام إلى إمكانية على العكس أن تكون هي المبادرة حصل هذا الموضوع في مدينة شيخ مسكين في مارك شيخ مسكين الأولى عندما تقدمت قوات من تجاه إزرع من تجاه الشيخ مسكين تم قيام هجوم معاكس من قبل الثوار وتحرير مدينة شيخ مسكين بالكامل ووصولهم إلى منطقة إزرع بالقرب من مكورة الشهداء لكن أريد أن نحدد ناحية أو أذكر ناحية هامة جدا في ظل الحرب النفسية التي يتبع النظام بأن سهل الحسن وصل إلى مطار هرحلة وإلى مطار الثعلة وغيرهم وتحشدات الثوار طبعا خططوا تخطيط رائع جدا ويعرفونهم أيضا أن أبناء السنة الذين عملوا مصالحة مع النظام هم سيكونوا في النسق الأول هؤلاء الذين عملوا مصالحة في النسق الثاني طبعا هم يضعون أبناء ترطوس فالثوار الآن جاهزين من أراد أن يسلم نفسهم من النسق الأول الذين يدفعون بهم كبش فداء طبعا الثوار جاهزين بأن يسلموا سلحهم ويكونوا سالمين وأبناء ترطوس الذين يحطونهم خلف هؤلاء اللسق أيضا ويقولون أن حربنا ستكون مع القوة الرئيسية هي سهيل حسن والشبيحة الذين سيأتون سندلقنهم دروسا لم ينسوا وبالتأكيد طبعا هم درسوا المنطقة بالكامل ولديهم من الخبرة بدراسة المنطقة من الشرق من بص الحرير وحتى الوصول إلى الشمال الغربي في مثلث موت ووضعوا الكماء ووضعوا التجهيزات بالكامل والآن كل السلاح مدخر وجهز في أي لحظة ننطلاق المعركة في ظل طبعا أشكرك شكرا جزيلا المحلل العسكري الدكتور عبدالله الأسعد كنت ضيفي في السوديو وشكر موصول لك العميد إبراهيم الجباوي الخبير العسكري كنت معنا عبر الأقمال الصناعية من عمان وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة